على أي رهان تعول إثيوبيا وهي تمضي قدما في خطواتها التي يصفها كل من مصر والسودان بالأحادية الملء الثاني لسد النهضة على رأس تلك الخطوات اكتمل بعد إعلان الحكومة الإثيوبية رسميا الانتهاء من مرحلة ملء السد حيث أكدت وزارة الري الإثيوبية أن الماء قد تجاوز قمة السد مشيرة إلى أن كمية الأمطار التي تهطل هذا العام هائلة ما ساعد على امتلاء بحيرة السد دون الحاجة لغلق بواباته خلف الحدود هناك قلق وترقب الحكومة السودانية شكت غياب المعلومات الكافية بشأن سريان عملية تعبئة سد النهضة ما يجعلها في حالة استنفال خوفا من أي طارئ وهذا يتماهى مع تحذير سابق لوزارة الري السودانية من فشل إثيوبيا في الملء الثاني كما دعت القاطنين على جانبين نيل إلى الحيطة والحذر جرى ارتفاع متوقع لمياه النهر نتيجة للأمطار الغزيرة في الهضبة الإثيوبية سياسيا ما زال الجمود سيد الموقف لا سيما أن مجلس الأمن لم يلزم إثيوبيا بأي قرار سوى دعوة لاستئناف المفاوضات من عكس بخيبة أمل كبيرة على القاهرة والخطوم التي تتهمان إيديس أبابا بعرقلة محاولات الوصول لحل يرضي الأطراف الاتحاد الإفريقي يسعى لاستضافة جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة إذ خاطبت دول الثلاث في إطار مبادرة لبدء جولة مباحثات في كينشاسا خلال إسبوعين بعد ثلاثة أشهر من التوقف لكن أجواء السكون لا يتوقع استمرارها بالنظر إلى الوضع المضطرب في إثيوبيا فهناك تحذيرات متواترة من أن الوضع هناك لا يمكن التنبؤ به خصوصا أن إثيوبيا في أضعف حالاتها عسكريا بسبب الحرب في تيغراين ومنهكة دبلوماسيا بسبب أزمة السد وهي تبدو أبعد من أي وقت مضى عن الحل ترجمة نانسي قنقر